سنتحدث عن الفاصيلة الثانية المهمة وهي RH سنة 1940 لاندشتاينر مع وينار عملوا تجربة تجربة دي مثيرة خذوا البلوت سيلز فاصيلة من القلود اسمها ريسس حقنوا البلوت ده في أرنب لما حقنوا البلوت في الأرنب الأرنب يكون انتيبوتز للبلوت بتاع الارت خذوا الانتيبوتز اللي تكونت في الارت واختبروا بها البلوت بتاع عينة كبيرة من الهومنز من الناس لقوا ان 85% من الناس بيحصل اجلوتونيشن اجلوتونيشن بواسطة الانتيبوتز اللي هي تكونت في الأرنب فبالتالي قالوا ان 85% من الناس ريسس بوستف سموا الفصيلة اللي هي الانتيجن الانتيبودي الانتيبودي بوستف و 15% انه محصر اجتفاعل محصر رجل 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 الانتيبودي الانتيبودي ثم الانتيبودي